ليه بنقول ان منتخب مصر النهاردة تفوق بشكل كبير جدا على منتخب المغرب او لعب الجيم بتاعه على منتخب المغرب اولا منتخب مصر يعتبر دخل الماتش ده خسران 1-0 لان انت لما تستقبل جول بالشكل ده في اول 7 دقايق ضرب الجزاء ورهانك اللي هو ايمن اشرف بيبقى هو السبب في راكلة الجزاء المدرب يحس ان فيه ضغط كبير عليه يعني هو دخل برهان ايمن اشرف ان ايمن اشرف يلعب في نص الملعب فايمن اشرف يتسبب في ضرب الجزاء وضرب الجزاء دي المغرب تسجل منها جول في الدقيقة السابعة يبقى انت كأنك خسران او داخل الماتش خسران 1-0 والرهانك او الفكرة اللي انت كنت عايزها او بتفكر ان انت تلعب بيها هي السبب في تأخرك ده وتبتدي بقى تلعب الجيم ان انت بدل ما كنت بتحاول ان انت تسجل جول وبعد كده تبتدي تفكر هتماشي الجيمي ازاي بعد ما تبقى متقدم لا انت بتحاول ان انت تتعادل ولازم تدوس بنزين وانت خارج من ماتش كودفوار اللي كملت فيه لحد رقلات الترجيح عكس منتخب المغرب اللي خلص ماتش ملاوه في 90 ديئة وكمان مريح قبلها بيوم فطبعا هنا احنا لازم نقول ان الجهاز الفاني المنتخب مصر يتعامل مع الفكرة دي او يتعامل مع الموقف الصعب ده بشكل كويس جدا لان احنا يعني رغم ان احنا كنا بنهاجم بس في نفس الوقت كنا مقامنين دفعنا بشكل كويس الهجمات المرتدة اللي حاول منتخب المغرب ان هو يعملها في الوقت اللي احنا كنا دايسين فيه بنزين وبنضغط الحقيقة ما كانش لها اي خطورة تماما على مرمى ابو جبل يعني ما فيش فرصة نقدر نقول ان المنتخب المغرب ضيعها في الفترة اللي احنا كنا بنحاول نتعادل فيها كمان انا عايز اتكلم على فكرة ازاي الجهاز الفاني لما ناس كتيرة كانت بتنتقدوا علشان هو بيضغط على الحكم او بيعترض كتير على الحكم فنازت تقول ان ده ممكن ينقل الضغط ده او ينقل التأثير ده على اللاعبين معلش دول مش لعبين في نادي صغير احنا نتكلم عن لعيبة في منتخب مصر يعني لعيبة محترفة يعني لعيبة بتلعب مع الاهلي بتلعب مع الزمالك فان فكرة انهم يتأثروا بان الجهاز الفني بيزع عقل الحكم او ان الجهاز الفني بيضغط على الحكم فده طبعا حاجة يعني معلش لا يعني الكلام ده ممكن يقوله على فريق صغير او لعيبة صغيرة لسه ما عندهاش خبرة لكن ان لاعب يبقى هو جوه الملعب فهو شايف الحكم الحقيقة يعني عمال ياخد قرارات غريبة جدا انا بالنسبة لحكم كان غريب قوي لدرجة ان ضربة الجزاء اللي هي كت واضحة وضوح الشمس ما حسبهاش وحسبها بالفار بقيت القرارات التانية اللي هي كلها فيها جدل بصراعا كنت بشوف ان هو بيحسبها لمنتخب المغرب مش بيحسبها لمنتخب مصر فان اللاعبة هتفكي التركيز عشان شايفين الجهاز الفني بيضغط مش علشان الحكم بياخد قرارات غريبة ما اعتقدش يعني فان شايفين الجهاز الفاني اللي عامله صح صحي جدا انت بالعكس انت لازم تحسس الحكم بان قراراته كلها محل شك وان قراراته كلها اه اه أن لأ فيه اعتراضات عليها طول ما هي فيها اعتراضات عليها فها محل شك مش قرار مسلم بيه مش حاجة انت ما اعتردتش عليها فمعنى كان انت متقبل لفكه يعني ضربة الجزاء ما كانش ينفعا اعتارت عليها لانها اكتواضحة جدا من قبل من ونروح للفار لكن باية القرارات التانية الحقيقة لا يعني طبعا في حاجات في حاجات كانت غريبة جاء وقل جمع عمل تصرف ممتاز جدا في وقت اصابة احمد حجازي لان احمد حجازي وقع في نص الملعب ودي كانت هجمة مغربية وعدة يعني فكان لازم وقل جمع يعمل الشكل ده علشان دي طبعا كانت هتمثل خطورة كبيرة جدا على ابو جبل فدي حاجة انا عايز اشيد بيها بالجهاز الفني ازاي هو تعامل مع ان انت تدخل المطش خسران واحد سفر والحاجة التانية فكرة التعامل مع القرارات الغريبة بتاعت الحاجة